السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن معاك اليوم معانا فار كراي نيودون على الاكس بوكس ريس اكس نتكلم عن اداء اللعبة على الاكس بوكس ريس اكس هنتكلم عن رأيي في اللعبة وانا منصحك انك تشتريها ولا لا اللعبة مبدئيا كده قبل ما اخش في الموضوع هي اجمل لعبة فار كراي لحد الوقتين اللعبتها في حقيقي انا لعبت معظم اجزاء فار كراي معادة فار كراي جوز السيدس فالحد الان هي اجمل لعبة فارك راي انا لعبتها من حيث الجرافيك الجرافيك على الاكس بوكس سيري اس اكس خرافي حاجة ما تتوصفش ايه الجرافيك بقى على الاكس بوكس سيري اس اكس عندك يعتبر طورين بتختار ما بينهم عندنا الطور الاصلي واللعبة بتشتغل عليها على طول او ما بتشغلها وهو 4K30FS لعبة ما نزلهاش تحديث على الاكس بوكس سيري اس اكس اللعبة شغالة على نسخة الاكس بوكس وان اكس اللي هي 4K30FS بصراحة 4K والجرافيك بتاع اللعبة لو انت لعبتك جزء الخامس كنتها لسه منازل على الجزء الخامس قفزة كبيرة جدا من الجزء الخامس لفارك راي نيودون فايه بقى الطور التاني الطور التاني اللي هو الاف بي اس بوست اللي مايكروسوفت كيانت عملته ده بيكون حوالي اقل من 1080 يعني بتشتغل بقى على نسخة الاكس بوكس وان الاصلية اللي هي بتكون حتى 1080 اقل من 1080 بشوية 60 FVS فانا كنت مبسوط طبعا اللعبة كان نزل لها FVS بوست فجربت اشغل اللعبة على ال FVS بوست طبعا انت اقل ما بتشغل اللعبة مش بيكون متفعل تلقائيا ليه مش بيكون متفعل تلقائيا لانك بتخسر الفور كي عشان كده مايكروسوفت بتخليك لو اللعبة انت بتخسر فيها جودة الصورة بتخليك تفعله انت بنفسك مش بتخليه هو متفعل اوتوماتيك لوحد وكده فهنا انت لازم تفعله نفسك عشان بتخسر جودة الصورة يعني انتم متخيلي المنظر المنظر بيكون سايق جدا جدا طبعا انا هقسم المقطع ده النصين النص الاوليه ده اللي احنا بنلعب عليه بجودة الصورة اللي هو 4K 30 FVS والنص التاني اللي هو هنشغل عليه ال FVS بوست عشان لازم اقفل اللعبة وشغلها تاني عشان افعل FVS بوست وطبعا هوريكوها ال FVS بوست عامل ازاي اللعبة اشغل ال FVS بوست شكله عامل ازاي لكن قبل ما نخش في اللعبة وال FVS بوست عامل ازاي نتكلم بقى عن اللعبة نفسها ايه رأيي في اللعبة نفسها اول حاجة نتكلم فيها القصة اللعبة اللي مش عارف هي تكملة لقصة Far Cry 5 فانت لو ما لعبتش Far Cry 5 لازم تلعب Far Cry 5 قبل ما تلعب اللعبة دي وبرضو Far Cry 5 موجودة على الجين باس وموجودة على البلاي ستيشن بلاس فانت فرصة انك لو ما لعبتش تلعب بس اللعبة تبقى Far Cry 5 لازم لازم تلعب اللعبة دي ليه؟ لان احداثها بعد احداث الجزء اللي خامس على طول بعدها بسنين ونفس الشخصيات عندنا هوريكوه هوريكو ده موجود تقريبا في كل اجزاء Far Cry من اول الجزء التالت موجود في التالت موجود في الرابع موجود في الخامس هتلاقيه في كل حاجة هوريك ده وحاجة مسخرة كده يعني حاجة ايقونة للعبة هعمل زي لازلو لازلو اللي موجود برضو في الراديو في اجزاء جي تي اي كلها نفس الفكرة هنا هتلاقي هوريكو موجود في معظم اجزاء Far Cry وعندنا بقى الاسلحة والتطويرات هنا مختلفة شوية عن الاجزاء اللي فاتت ليه؟ لان هنا انت عشان اه تجيب الاسلحة مش بتشتريها وخلاص زي الجزء الخامس والاجزاء اللي فاتت هنا هم ركزوا اكتر على انك بتصنع الاسلحة يعني هوريكو مسلا عندنا الملوتوف هنا مسلا انه لازم على الشمال لازم عشان تجيب ملوتوف لازم تصنعه بحاجات انت بتجمعها من العالم عندنا مسدسات معينة لازم بقى انت بتروح للمكتب او الترابيزة بتاعت المسدسات وانت بتجمع المسدسات بنفسك وبتصنعها بنفسك فهم هنا مركزين تركيز تام على التصنيع وهي حاجة مختلفة عن الاجزاء اللي فاتت وانا بحب الحاجات المختلفة يعني اللعبة مختلفة شوية عن الاجزاء اللي فاتت ودي حاجة انا حبيبها فنكمل في موضوع برضو القصة فالقصة بقى انت بتكمل فيها وبتشوف بقى الشخصيات بتاعت الجزء الخامس وايه اللي حصل لهم طبعا مش عايز احرق على اللي ملعبش الجزء الخامس لكن انت بتشوف بقى ايه اللي حصل بعد نهاية الجزء الخامس بتشوف الشخصيات بقى اتعامل ازاي وبتشوف اه بتشوف بقى ايه اللي حصل لهم وكده عايزين ما نشوف شوية قتال يلا بينا ونشوف شوية ضرب نضرب بقى دول كده مسلا عايزة اواريكو اه يعني جزء من ضربة بالسكينة لكن دمج بتضرب بالسكينة فخلاص نضرب نضرب مسدس والقتال يعني مفوش مفوش جديد هو فار كراي لو انت لعبت الاجزاء اللي فاتت يعني ما انت ما فيش تطويرك فيه كتير يعني تصنيع الاسلحة وكده كان جديد شوية انما هنا القتال اه مش جديد هو بس مجرد نفس اه فكرة ضرب النار وكده انما الاسلحة نفسها جديدة يعني فيه اسلحة كتير بتلاقيها جديدة في اللعبة وافكار جديدة بتلاقيها في اللعبة بس دلوقتي هننتقل بقى الى اه دي بقى الحاجات اللي بقولوكو عليها الحاجات اللي بتزيزم تلاقيها في العالم وبتدور عليها عشان تصنع بها الاسلحة وتصنع بها باقي الحاجات بس دلوقتي هننتقل الى طور الاف بي اس بوست بعد كده هنرجع بانتكلم عن اللعبة يلا بينا يا جماعة على الاف بي اس بوست يلا بس ورجعنا تاني مع الاف بي اس بوست اللعبة انتقلت من اجمل لعبة لعبة فارك راي اللي بتاع في حياتي الى اسوأ لعبة فارك راي اللي بتاع في حياتي بصوا المنظر عامل ازاي يعني يا مايكروسوفت بصراحة انا حبيب بحبكو يا مايكروسوفت لكن ده منظر ده منظر ايه المنظر ده اللعبة بقت من باكسلة يعني والمنظر من بعيد الحاجات بقت بهتة كده يعني مايكروسوفت بصراحة قطر خيرهم ان هما يعني ادوها اف بي اس بوست يعني قطر خيرهم اما مش لازم يعملوا بكلام ده لكن المنظر سيء جدا جدا فاكيد مليون في المية حتى لو اللعبة بقت انعم لكن الشكل اللعبة بقى اسوأ بكتير فاكيد مش بنصح بالاف بي اس بوست انت بس هات اللعبة وشغلها على طول من غير ما تعمل ولا اف بي اس بوست ولا بتنجان هي سيبها زي ما هي هي حلوة جدا جدا فا يعني ايوبيسوفت لو كانت عملت نفس اللي عملته مع الفار كراي فايف اللي هي نزلت ستين اف بي اس للعبة بدون ما تخسر الحاجات الخاصيات الجميلة بتاعت اللعبة ده كان هيبقى اجمل حاجة بقى في الدنيا زي ما عملت الفار كراي فايف كده ممكن ايوبيسوفت في المستقبل تنزل للعبة لكن هنشوف في الموضوع ده لو نزله بقى هبقى نزل ان شاء الله بس نكمل بقى الكلامة عن اللعبة انا قربت اموت اصلا نكمل بقى الكلامة عن اللعبة فالقصة بتاعت اللعبة مش عايز اقول ان هي اجمل قصة في الالعاب كلها ليه لان اللي بيميز الالعاب فار كراي هم الاشرار والزعماء بتوع اللعبة هنا زعماء اللعبة هم اسوأ زعماء انا قابلتهم لحد الوقتي يعني في الجزء التالت كنا بنقابل فاس وفي الجزء الرابع بيجن من الجزء الخامس جازف سيد كلهم كانوا اشرار كده اول ما بيجوا على الشاشة كنت انت تتراب كنت تتمل حمام على نفسك اول ما بيجوا على الشاشة انما هنا بيبقوا عبارة عن بنتين كده مش عارف حطين تتو وبتاع وشغل بقى نسويات وشغل يعني هلس البنتين دول ما يخوفونيش حتى وانا يعني اقولي وانا عائل صغير ما يخوفوش عائل صغير حتى فالقصة بتاعت اللعبة يعني انت ايه بتقابل الشخصيات بتاعت الجزء الخامس وكده ولكن الفكرة ان القصة مش حلوة اوي يعني انت بتبقى بتكمل كده عايز تكمل بس عشان اللعبة حلوة اللعبة نفسه حلوة والقتال حلوة في اللعبة نفس فكرة فارك رايب اللي هي تحرير اقوليكم الخريطة برضو تحرير بقى المخيمات وكده وهنا المخيمات بقى لها اهمية اكبر ليه لان انت عشان تطور المخيم بتاعك اللي هو بروسبيريتي ده المخيم الرئيسي بتاعك عشان تطور بقى الحاجات اللي فيه لازم بتحرر المخيمات التانية بتاعت العداء فدي نقطة يعني جميلة ان هم خلوا المخيمات اهم في اللعبة فبس كده اكيد مليون في المية لو انت لعبت الجزء الخامس لازم تلعب الجزء ده عشان تكمل احداث القصة يعني بغض النظر بقى عن القصة بتاعته مش حلوة قوي او كده لكن اه انت لازم تلعب الجزء ده لان هو بيخليك تفهم نهاية الجزء الخامس اكتر بيخليك تفهم اه الدنيا ايه اللي حصل بقى شخصيات اه وكده طبعا عندنا نفس الفكرة بقى بتاعت فار كراي عندنا الروسترز الروسترز دي كانت موجودة في فار كراي فايف اه برضو موجودة هنا اللي هي انت بتخلي بقى الناس يساعدوك وبتخلي هيرك يحارب معاك اصحابك يحاربوا معاك وكده اه عشان اه تفتح بقى كل واحد لازم بتروح تلعب مهمة ليه اه عندنا برضو هيرك وعندنا كارماين اهي دي بتتفتح لك اول ما بتلعب اللعبة بتلاقي مفتوحة تلقائيا لك وعندنا البركس البركس دي اللي كانت برضو موجودة في جزء الخامس اللي هي التطويرات اه انت كل ما بتكمل في اللعبة بتكسب اللي هي خبرات كل ما بتكسب دي بتفتح بقى اه حاجات في اللعبة طبعا الحاجات دي بتخليك هيستكمل في اللعبة اكتر اه وبتخليك اه مندمج مع اللعبة اكتر واكتر وعندنا برضو انك ممكن لو عندك واحد صاحبك او كده الموضوع ان انا ما جربتوش لكن لو عندك واحد صاحبك عنده اللعبة اه انت ممكن تخليه يدخل معاك وتلعبه القصة اللعبة مع بعض فدي حاجة برضو جميلة وميزة جميلة جدا جدا في اللعبة فزي ما قلت مليون في المية بنصح باللعبة جرافي خرافي قصة اه يعني جميلة جدا جدا اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم رحمة الله وبركاته